من رمالة ينضم إلينا سيد هاني المصري مدير ومركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية سيد هاني بداية دعنا نلقي الضوء على أهم أسباب الرفض يعني تقدير موقف من وجهة نظرك أعتقد أن السبب الرئيسي للرفض الفلسطيني يعود إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود الأمريكية الرامية إلى فرض ما يسمى صفقة ترامب والتي تقوم على تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها وذلك من خلال تجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وكل المرجعيات التي اعتمدت عليها عملية السلام وتجاهل مبادرة السلام العربية التي قامت على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 مقابل التطبيع والعلاقات مع إسرائيل بحيث تقوم الإدارة الأمريكية الآن بمحاولة فرض التطبيع العربي مع إسرائيل بدون أي التزام إسرائيلي بإنهاء الانسحاب ما يعني تصفية للقضية الفلسطينية لذلك أي مشاركة فلسطينية في هذا المؤتمر ستحسب كأنها نوع من التعايش كأنها نوع من القبول بما تقوم به الإدارة الأمريكية في وقت أعلن في السلطة الفلسطينية ووقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية منذ قرار هذه الإدارة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس طيب الصغة المتلى في اعتقادك التي يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون للمشاركة في المؤتمر لتحريك عملية السلام أعتقد أن الصغة المسلى غير ممكنة وهي تغيير مرجعياته يعني أن يكون المرجعية تلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية تلبي حاجة الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تنسجم مع مبادرة السلام العربية بدون توفر هذه المرجعية وهذا أمر طبعا بعيد بعد الأرض عن السماء عن موقف الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب وبعيد بعد الأرض عن السماء عن ما يمكن أن توافق عليه إسرائيل في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا وفي حمل منافسة الانتخابية التي يتبارى بها المتنافسون على من هو أكثر تطرفا وعداءا للشعب الفلسطيني وحقوقه طيب بالنسبة لموقف حركة فتحة الذي قال على لسان متحددها الرسمي بأن هذا المؤتمر يعتبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ويعتبر طعنة في الظهر كيف تفند الموقف الفتحوي نعم هذا موقف ينسجم مع موقف القيادة الفلسطينية وينسجم مع المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية هذا الأمر يجب دعمه ولكن حتى يتحقق يجب أن نوفر متطلبات إحباط محاولات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأس هذه المتطلبات هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس رؤية شاملة واستراتيجية سياسية ونضالية قادرة على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية حتى يكون هذا الرفض ويقف على قدمه يجب المسارعة إلى إنجاح الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وتقديم كل ما يتطلبه ذلك من تغيير في المواقف من ثمن من تنازلات لأن التنازل من أجل القضية ومن أجل الحقوق الفلسطينية يعطي لمن يقدم عليه قوة ولا يضعفه أبدا شكرا جزيلا لك سيد هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك